كل عام أنتم ألف خير أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لشهر خمسة مايو أيار عام الفين وراء وعشرين سنقرأ للبرج اللي ما بساوم على رأيه ودائما مصر أنه يحقق أهدافه وطموحاته التي يسبو إليها فأكيد سيكون النجاح حليفه أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا المائي برج العقرب الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريق الواتساب فتلاقي رقم الواتساب تحت سبيل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا أكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي كيف الأحداث القادمة تستكون مع مولود برج قد تشعر أحيانا في الوحدة رغم كثرة الناس حولك بسبب أنهم دائما كانوا يخيبوا آمالك وما كنت تطلب منهم يد العون أو المساعدة كانوا يقدموا لك الحجج اللي مائلها داعي علشان ما يساعدوه حلما لما هم كانوا يطلبوا مساعدتك ما كنت تقصر معهم وكنت دائما تمدهم بيد العون والمساعدة ستتعرف على أشخاص جدد وخصوصا في الطرقات العامة من خلال السفرات القصيرة هذول الأشخاص سيكون رائعين جدا سيكون الحب المتبادل بيناتك كصداقة هناك أفكار ومشاريع أنت درستها مسبقا ولكن ظروف الحياة ما خلتك أنك تطبقها على أرض الواقع لا تتردد أنك تحكي هذه الأفكار وهذه المشاريع للأشخاص اتعرفت عليهم بالأون الأخيرة لما سنعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع وسيقدموا لك الدعم الكافي أو اقترحوا عليك أنه يكونوا معك شركات تتعود إلك وإلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد قد تشعر أحيانا في التعب والإرهاق الجسدي وبعض الآلام الغير اعتيادية هذا نتيجة تحركاتك الكثيرة وأعمالك الإضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه أنت بحاجة ماسة أنك تأخذ قصة من الراحة الكافية التي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد وإثق تماما أنه لما تأخذ قصة من الراحة ستنجح أيضا أنك تعدل عديد من الأمور اللي كانت معلقة مثل على سبيل المثال زي موضوع عاطفي مش عارف تأخذ فيه قرار أنك تظلك فيه أو أنك تنهي هذه العلاقة هذه الطاقة راح تخليك تأخذ القرار الصحيح اللي بدفع اللي بدفع بمصلحتك إلى الأمام في الأمور السفر الحظ يبتسم لك يا مولود بورج العقرب قد تحظى ببعض الفرص الاستثنائية تعقود مع شركات أو أشياء من هذا القبيل سيكون أغلبها مدلة من الأشخاص اللي تعرفت عليهم بالأون الأخيرة من مواقع التواصل اعلم يا مولود بورج العقرب أن هالفرصة عبارة عن وقت قصير يا بتلحقها يا راحة عليك فيجب أنك تدرسها بشكل سريع جدا وتختنم الفرصة اللي أمامك اللي يتدفع بمصالحك إلى الأمام أما العازبون أو المنفصلون سيحظوا ببعض الفرص الرائعة جدا في التعرف على أشخاص سيرتاحوا لصحبتهم ستتعرف على هذول الأشخاص الأغلب من مواقع التواصل تتبادلوا الرسائل الرائعة جدا المليئة في الكلمات الحب وأيضا تشعر أنه هذا الشخص هو نصفك الثاني وممكن توأمك الشعلة وإن شاء الله يكون نهاية هذه العلاقة الجديدة الزواج الصالح بس من بداية هذه العلاقة يا مولود برج العقرب أنك تحط النقاط على الحروف يعني كيف هي نقاط على الحروف أنك تحكي هذه العلاقة على أنه أساس ستبدأ وتحدد موعد الارتباط أو الزواج ألف ألف مبروك من مواليد برج العقرب أما الأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي كان في شريك حياة مستقبلي يعني بكون في شخص متفق معه على الزواج إن شاء الله في قريب العاجل وليس الآجل استحضف ببعض اللحظات الرائعة جدا وخصوصا هناك لقاء مميز بينك وبين الحبيب ومنتصف شهر خمسة مايو أيار عام الفين واربعة وعشرين استبادلوا الهدايا الرائعة جدا اللي بتعزز رابطك الحب بيناتك والفترة مناسبة جدا للتخطيط لموعد الزواج بشكل جدي لا تتردد إنك تحكي للحبيب عن كل الأمور المستقبلية اللي حابين تعملوها مع بعض أما المتزوجون هناك بعض الخلافات والنقاشات الحاد مع الشريك بسبب مطالبه الزائدة اللي فوق طاقتك هذا الموضوع رح يخليك تشعر إنك لوحدك والشريك ما بيساعدك ولا بأي حاجة ستحاول إنك تبتعد عن الشريك لكي تحسسه بجيمتك وكل الأمور اللي أنت بتقوم بها تدفع المصالح العائلة إلى الأمام ولكن من ناحية أخرى هناك شخص يحاول زرع الفتنة بينك وبين الحبيب وهو أصلا المسؤول عن هذه الخلافات ودائما بحسس الشريك إنه أنت في عندك علاقة ثلاثية هذا الموضوع بيخليه دائما متوتر وعصبي واندفاعي حاول إنك تزيح الغباش عن عيونك وتعرف هذا الشخص السيء جدا اللي بيعمل فتنة بيناتكو والفتنة يا أصدقائي هي أشد من القتل هناك من ناحية أخرى لحظات رائعة جدا مع أفراد العائلة وخصوصا تخططوا للذهاب إلى رحلة ترفيهية في المناظر الطبيعية ستجلس لوحدك حوالي ربع ساعة نص ساعة كتأمل واستأتي الهامات رائعة جدا ستكون قادر من خلالها حل العديد من المشاكل المعلقة وبتقدر أيضا إنك تسأل الأفراد العائلة عن أي موضوع حاب أنك تستشيرهم فيه وما رح يخلو عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحات إلى الأمام أما قائمون على عملهم رغم الحاسدين من الزملاء ستنجح إنك تثني جدارتك أمام رؤسائك في العمل وستتاح لك فرص استثنائية لتكون رقم واحد في مجال عملك والفرصة متاحة للأشخاص اللي بنتظروا طرقية أو منصب جديد وألف الفروق اللي بحالفهم الحظ من مواليد بورج العقرب أما الأمور الدراسية والأشخاص اللي عندهم امتحانات داخلية أو خارجية أو مطالعة رح يبلوا بلاء حسن وصيوا حققوا نتائج رائعة جدا يفتخروا فيها يطلقوا اتصالات رائعة جدا كتهنئة من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بحال في الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيوحال بك الحظ وتكون نحد الرابحين معي فهذه القراءة أما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسمه للفيديو بسندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بتعرضو للأمور مثل الحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائماً يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي من كل قلبي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل